لازم يتم توفرها في اللي هيتعفي عنه لا يستطيع أحد في مصر إنه هو يساوم على دماء المصريين حاجة ما تخصناهش يعني دي تخص ناس يعني تم الإساءة إليها يعني يقدر حد مننا يقول إنه هيتم الإفراج عن واحد قتل حد يعني طب الدم ده حقه يروح فيه حقه يروح فيه طب حرقوا لنا إيه الشروط إيه الشروط اللي واجب توفرها في من سيتم العفو عنه النظرة الموضوعية للدولة كانت بتبص للشباب الصغير اللي الشباب الصغير في أعقاب صورتين حصل نوع من الانفلات يعني إنه إحنا لما نيجي ننتقد يبقى فيه عنف في النقد يعني فكرة الموضوعية وده طبيعي جدا بيحصل في كل دول عاملة لما بيبقى فيه صورات بعد الصورات الناس بتتجاوز السقف يعني اللي كان متعود إنه هو ينقض نقد موضوعي بقى النقد يبقى فيه تجاوز وبعض الأحيان الناس بقت تستخدم ألفاث تقع تحت طائلة القانون أصحيح كنا نتمنى إن كان تتم المحاكمة تبقى لنصوص قانون العقوبات المصري في المادة 333 و34 وما بعدها لـ 309 في جرائم السب والقصر اللي كانت مدتها في الغالب ما بين ثلاث شهور وست شهور عشان كده الرأي العام للمصري وفي القلب منه القانونيين والحقوقيين تدخلوا على اعتبار إن مدد الحبس الاحتياطي تجاوزت في بعض الأحيان العقوبة اللي ممكن يتعرض إليها الشخص أنا كمان عجبني في الحديث فكرة الاحتواء إحنا عندنا مثل شعبي لطيف جدا يعني كان يقولوننا دايما إذا كبر ابنك خويه يعني معناها إن أولادنا حتى لما يتجاوزوا علينا إن إحنا يعني نصحبهم ونوعيهم وندركهم وندمجهم في المجتمع وأفضل مقيل هو مرحلة الدمك لأنه إحنا سيبنا أولادنا فريسة داخل ملاكز الاحتجاز للجماعات الإرهابية والجماعات التكفريات تشتغل عليهم وتشتغل على أفكارهم تكرههم في المجتمع وفي الوطن فإحنا لما يخرجوا دلوقتي إحنا نحتويهم ونفتح لهم قنوات داخل الأحزاب والكوة السياسية مرسى درسة أستاذ طارئ من الناحية القانونية في مسجونين لم يمارسوا العنف ولم يمارسوا أي عمل إرهابي لكن عليهم قضايا تانية زي مثلا رشوة غسيل أموال أي قضايا من نوع تاني بيحصل إيه مع مثل هؤلاء إحنا في اللجنة ترك للجنة صلاحية أن تضع لنفسها معايير فإحنا اللجنة بتمثل برضو وجهات نظر سياسية متعارضة تماما فكان لازم نحط معايير يتم التوافق عليها يعني إنسانيا قبل أي شيء ثم قانونيا بعد ذلك فخلاص يعني أنت بنتفع على معايير واحد كل من لم تتلوس إيده بدم من لم يرفع السلاح ضد الدولة من لم يرفع السلاح ضد مواطنين من يمارس عنف لم يحرد على كل هذه الجرائم هو يندرك تحت اللجنة اتنين اللجنة لا علاقة لها بالمحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا على زم قضايا جنائية فبالتالي الرشوة والمخدرات والقتل والسرقة ده لا علاقة لنا بيها على الإطلاق دي هو عندهم لجنة عفو رئيسة موجودة على فكرة عشانا بمسك الناس بتفتكر إن كده ما فيش عفو عن الجنائي لا الجنائي ليهم عفو لجنة عفو حكومية موجودة في سارع شرلي ديجول في 59 شرلي ديجول في الدقي الناس بتقدم ليها ومستطعة السجون بتتعامل مع الملفات وبتشوفها احنا لدينا علاقة بكل من تم حبسه أو الحكم عليه في قضايا حق الرأي والتعبير توسعنا جدا في مفهوم حق الرأي والتعبير فاعتبرنا أن اختراق قانون التظاهر هو حق ضمن حقوق الرأي والتعبير الوقفات الاحتجاجية العمالية الفوائية تمت ضمن حق الرأي والتعبير جرائم السب والقصف ضمن حق الرأي والتعبير إهانة الموظف العام نشر الأخبار الكاذبة كل ما هو دون من منعت اللجنة التعامل مع ملفاتهم اللي هو القتل والعنف ورفع السلاح والتحريض على ده هو يندرج تحت صلاحيات اللجنة صلاحي صارحية اللي بيخرج صفحته بتبقى بيضة تماما يعني ولا اللي بيخرج ده لسه بتبقى فيه في تاريخه الجنائي أو تاريخه يعني سبقة زي ما بيقول يعني بيبقى عنده سبقة ولا هو صفحته بتبقى بيضة لا إذا صدر قرار عفو فما فيش سبقة عليه خلاص لأنه بيتم العفو عن العقوبة إن القرار اللي بيصدره عندنا قرار صدر يوم الحق يوم تاني يوم حفظ الإفطار اللي هو أزرر رئيس الجمهورية بالعفو عن صديقنا الصحف حسين مؤنس والقرار واضح جدا يعفى عن العقوبة يعني أنا كنت حتى عندي ألأ من أن يعفى عن باقي العقوبة المحبوم بها لكن القرار طلع بصراحة يعفى عن العقوبة وبالتالي يتم الإعفاء عن العقوبة فتسقط هذه العقوبة كأن هذا الشخص ما يرتكبش حاجة وما يليها من تبعات مما يتعلق بالتسجيل الجناء أو اعتبار هذه صباحة ده ينطبق على كل قوائم العفو؟ ده ينطبق على كل قوائم العفو